اشتركوا في القناة القرآن الكريم فالقرآن الكريم كما لا يخفى عليكم فيه ما يعرف عنده بالسماء بالتكرار هو مشي تكرار شحلم حاجة كالتعود في القرآن شحلم مرة وكان صحابه احنا واش هي غير معودة لو كلم كلام البشر نقولوا هذا متكرر تكرار ولكن لك يكون كلام الله كل كلمة تتردد عليك مرارا فكل واحدة منها لها معنى يختلف عن الأول اشتحتفى بأي آلاء ربكما تكذبان وحدما تشبه تتشابه في اللفظ وتختلف في المعنى رمشهية فبأي آلاء الأولى مشهية فبأي آلاء ربكما التالية وعلاش لأن من اللي كان الله تعالى قال فبأي لأي ربكما تكذبان مراجل البحرين يلتقيان بينهما برزخوا الله يبغيان فبأي آلاء شنو معناها أي فبأي نعم ربكما تكذبان شكل نعم عليكم مشي نعمة كبر من عادي باش تخليوا الله تكذبو تمشيوا الحاجة أخرى وآلاء جمعوا ألو وألو هو نعم واحد هذه كلمة ألو يعني بمعنى نعم يعني النعم من النعم الكثير فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من اللي قال مراجل البحرين فانت كتب حتف مراجل البحرين يلتقيان بينهما برزخوا الله يبغيان من اللي كانت عرف الأسباب كتصغرب كتقول مالك تقول فبأي آلاء ربكما تتانية كتقول اللي جديد عليك يخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان ويخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان القراءة يخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان مالك ترجع كتغوص في عالم البحار في الغوص وذلك يعرفوا الناس اللي يغوصوا كي يقول لآن مبقاش عما هذا مشكل كان زمان كي يخرجوا من اللؤلو والمرجان للبحث في هذه الأمور ما بقاش مشكلة اليوم كتدخل تفرج شبكة العركبوتي في عالم الغوص كتشوف أعماق البحار وفين وصل العلماء في البحثات ديالهم في أعماق البحار كي بلك أمور خراء عاد كتقول فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحرك الأعلى من كترجع للسفن وكيفاش كتصنع وكيفاش تبخور البحر في هذا العالم تقول فبأي نعامي ربكما كل مرة كتتجدد لك فبأي آلاء بحل الشي واحد كيدخل لك لشي بلاصة ويقول وكان حكالك عليها عشرين مرة وكيدخل لك لشي خمسين غرفة ولخمسين ما كان كل بلاصة فيها حاجة جديدة وكان حكالك قبل من لك يجيب لشي بلاصة وانت كتنداهش بدك شلي كتشوف اللي يعود لك عليه تقول لي عندك رأي العين يكون شتيج قتليك بالبارح وكيدخل لجي وكانت نداهش كيتنسى اللي كتندهش بجديد كيكو شتيج قتليك بالبارح على هذه وكيدخل التانية والثالثة وكل مرة يعود لك شتيج قتليك هذي الكلام دي هاذي أجر قلتليك يتكرر في اللغض لكين يتجدد في المعنى ما كتبقاش تبقاش 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 تبقال ويقول لك ويقول لك تبقى تعود فيها بلا قياس ولكن حينما تضع شيئا التي تقول عليها تبقى لا تبقى جديدة لا تبقى متكررة تتجدد هذه اللفظة بتجدد ما ترى على إترها تقول لك تستغرب وعليش الله قال فبأي لا ربكما تكذبان ما رجل بحض يلتقي فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن هذ 32 مرة تكررت هذ العدد كله يبقى ليس متجدد ليس متكرر إنما هو يتجدد بعد تجدد ما سمعت على إتره إذن مبقىش وده بفهمنا أنه ليس متكرر مثلا قاضى في القرآن لها 12 معنى ما الذي يذكر الله تعالى قاضى كل واحدة عندها معنى يختلف عنه الثاني يأتي القضاء بمعنى القتل فأكزه موسى فقضى عليه ويرد القضاء بمعنى الموت فلما قضى عليه الموت وما دلوه على موته يأتي القضاء بمعنى الموت يأتي القضاء بمعنى الفراغ من الجمع فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ويأتي القضاء بمن التهاء العمل فلما قضى موسى لجل وسار بأهله ويأتي القضاء ويراد به الفعل كقول السحرة لفرعون فقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ويأتي القضاء ويراد به الوحي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين أوحينا إليهم ويأتي القضاء في القرآن ويراد به الإبلاغ إلى الأنبياء وقضينا إليه أي أبلغناه أن ذابر هؤلاء مقطوع مصفحين ويأتي القضاء ويراد به الحكم وقضينا إلى بني إسرائيل وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين أحسانا يعني وحكم إذن نشوف كلمة قاضاش حل فيها من معنى إذن كل حاجة عندها معنى إذن هي كلمة واحدة لكن تتخرج منها العجب العجاب وكذلك في التنزيل الإرادة كمقسم الخمسة الأقصى في القرآن إرادة بلاء وإرادة عطاء وإرادة دعاء وإرادة رجاء وإرادة نقاء إرادة بلاء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها يعني هذا بلاء إرادة عطاء يريد الله بكم اليسر أو أولادكم العسر يريد الله ليخفف عنكم هذه عطاء لكل المؤمنين وكذلك إرادة دعاء هي اللي دعا بها هابل قابل الأخوة قابل اللي بغير يقتله قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك عندنا إرادة نقاء هي اللي خاصة بأزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه تنقية لأزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك إرادة رجاء اللي قالها الخذر عليه السلام لموسى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة إذن هذه الإرادة شوفش حل فيها إذن إرادة إرادة بلاء وإرادة رجاء وإرادة دعاء وإرادة عطاء وإرادة نقاء إذن القرآن الكريم فيه بزار الحويج لي خصوك تكون فاهم الليسان العربي بش تعرف المقاصد ديال التنزيل مثلا شوفت لدى في القرآن الكريم حتى الصحابة كانوا كيعرفوا أشي المقصود منك يعطيوها الخطة الخط اللي في القرآن كي يرسموا الخط على حساب المعنى الخط مبني على حساب المعنى شوف مثلا قول اللي تعالى وألف يا سيدها لدى الباب لدى الباب كيفاش مرسومة مرسومة بالآلف بمعنى عندها كتعني معنى عندها من كيف فهموا أن لدى بمعنى عندها كيكتبوها بالآلف ولكن إذا كانت لدى الباب بمعنى في كي يديروها بالمقصورة بالآلف مقصورة إذ القلوب لدى الحناجر أي في الحناجر فلدى بمعنى في بالمقصور ولدى بمعنى عنده بالآلف كي يبينو هذا واقف ها في الكين هذا متكي رأى بارك الداخل وهذا واقف وألف يا سيدها لدى الباب يعني عند الباب إذا شي واحد فتلف ونصيف طلق رسالة قال لك أنا عند الباب دي الدار وصيف طلق بالآلف مقصورة عرفوا أدخل إلا كتنك تفهم العربية عرفوا أدخل ولا صيف طلق بالمقمم دو دره بره قدام الباب كي ذو قالك لدى بمعنى عنده فاكتب بالآلف وإن بمعنى في فبلياء أولف نحو لدى الباب لدى الحناجر ومع الأسف العربية ما قرينهاش فلذلك القرآن ما كان فهموش فيه لبقى سيد ديالوغ إذا بغينا نعرفه العربي يخصي أن البني والطفل الدري من الصغر من الصغر وشوف حتى هنا في القرآن قالوا ألف يا سيدها لدى الباب سيدها ما قال سيدهما يعني أنا ويوسف هربان وزليخة تابعة بغي تشده مع الباب قد سيد ديالها العزيز المستشار إذن فقالوا ألف يا بجوجهم لا قيا حتى الكلام غريب سيدها وما قال سيدهما علاش لأنه لا سيدة على الأنبياء الله تعالى نفس سيدة على يوسف لأن هذا نبي بممكنش يكونش واحد سيده ولكن حطها على زليخة وألف يا سيدها لدى الباب إذن هذه أمور دقيقة في التنزيل وسهلة باش أعرفها الإنسان غدا رجع للآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن تدبر اللي سوول ما يتلف قال اللي سوول على شي حاجة عمره ما يتغضر واللي ما كيسوول هو اللي كيستغرب ما عمره سوول وكيقول هذا الشيء أول مرة كنت سمعه ولسوول تلك تكون سامع كيلي كيبقى عمره ما سمعناه شي ما عمره نينجا فنت في اكتناس سوول على رأسك وغطلقها وكيلي كيينتاقد وممسوولش أسامع وهذا هو المشكل اللي كان عند الناس وكي الله تعالى وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد والإلبير الأندلس يقول لولده ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقدت كيقول له هنا ستجني من ثمار العجز جهلا ثمار العجز أش كتجني منها في الآخر حياتك هو الجهل كتعجز كتقول بلا من نديرها هذه ونتمع غاز ومليك يطول مدة كتلقى ما عندك حتى شي معلومة خاوي ومليك يخلي الإنسان يكون خاوي فقير من المعلومة هو البخل هو العجز اللي قلنا والشي مرة كيدربوا شي أمثلة بين قوسين البخل هو العجز الفقر والعجز قالسين فوق واحد الحيات وديز واحد الإنسان مقطع تحت الصفر في الفقر الفقر هو يقول العجز قال لي شوه ما ندير لهذا خزاسير كنقتل فيه الشي جدرت ليه ما خليته ما كينوتش مزلط هو يقول لي العجز ما لكنت اللي درت ليه كون الرجال اللي شده لك تدرت ليه كون ما العجز ما يكونش هذا كمزلط كون كان كينوت ويتحرك إذا عزمت فتوكل ما را يكونش محتاج لغيره قال لي را الرجال اللي شده لك هتا وصلت إليه وفقرته هذا اللي دا بالعجز كي يقول لزلط إذن هنالبير اللي أندل سيش كي يقول له يقول له ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبيرت إذا كبير كتكون صغير في العيون أنا ما عارفه وتفقد إن جاهلت وأنت باق تفقد إن جاهلت دا بالجاهل هو كين بقى طعفت عليه ودوز بحال ما كينش وتوجد إن علمت وقد فقدت والعالم وخكيم شي كنت قاون نذكره العلماء ديلة الشارعة والطابعة علماء الطبيعة كتذكر دمقال علماء المبتكرين اللي صوبوا اللي اختاروا الكهرباء الضو واللي داروا الطائرات النفاتة واللي كنتذكرهم من الآن وعلماء الشريعة اللي هم قبل منهم كذلك يذكرون اليوم علاش لأن كتقول بخاري مسلم فلان من جو ابن خلدون المفكير فلان عليش كنتذكر هذه الناس لأن خلوا علوم وكانوا ناس في زمانهم بزاف ما معروفين شي دابا إذن الإنسان حينما يعلم لا يموت أبدا كيف قدائم موجود هذا معنى قوله وتوجد إن علمت وقد فقدت وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملك العراق له تأتى والجاهل ما عنده أصل وخي يكون عنده ملك الدنيا حل ما كينش كيف حال تجار هذا في التاريخ كبار الأغنية كبار الأغنية كبار الأغنية لكن العلماء وخص صغار العلماء تقدر تعرفه يعني كبار الأغنية ما تعرفه وشو صغار العلماء تقدر تعرفه كبار الأغنية لأنه لا يموت العلم الذي تنفق منه يزيد لا ينقص والمال الذي نفقته منه والزيت يتصرف منه ينقص العلم الذي تصرف منه يزيد عندما لمشيتي للسوق وديتي معك شي بارك شي مبلغ ما الذي تتقدر ينقص هذا ما الذي يجيبك ولكن لمشيتي وديتي معك العلم ونفقته في شي جهة وجيتي يزاد القرس يزادك معلومات كثير من هذا شي اللي عندك لما حدك تتكلم وانت تبلك أشياء والأسعي لك تخرج لك أشياء فكذل يزيد العلم ما ينقص فصاحب العلم كلما أنفق منه يزاد وصاحب المال كلما صرف منه ينقص إلا في الأجر في الصدقات يربي الله والصدقات كتزيد هذه مسألة مفرغ منها إذن هذا الشيء اللي ننقل في هذه العجالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته